رغم اهمية القضية الفلسطينية كقضية اولى للعرب الا ان الصراع العربي الايراني ربما بات يتصدر المشهد السياسي للمنطقة في ظل اشتعال الاوضاع في كل من سوريا واليمن والتوتر الشديد في العلاقات بين طهران والرياض من جانبها لا تخفي ايران مساعيها للتمدد وبسط نفوذها في قلب العالم العربي بل وصل الامر من بعد خياداتها الى الفخر بالسيطرة على اربع واصم عربية والحديث عن مشروع الممر الاستراتيجي بين طهران وساحل البحر المتوسط في لبنان مرورا بالعراق وسوريا بضلا عن التغلغ الايراني في اكثر دول جزيرة العربية وبعض دول المغرب العربي وبحسب محللين فان الصراع العربي الايراني يقوم على ركزتين احداهما دينية مذهبية والاخرى قومية في ايران التي شهدت ثورة قبل نحو اربعة عقود اتسمت بالطابع المذهبي لم تكتفي بنجاح ثورتها في السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد وانما انطلقت نحو تصديرها الى محيطها العربي والاسلامي غير عابئة بسيادة كل دولة على اراضيها ما اوجد كثيرا من القلاقل والفوضى يحدث ذلك بينما تحاول بعض القوى الدولية الكبرى اذ كاء نار ذلك الصراع بين العرب والايرانيين وتوظيفه من اجل ضمان مصالحها في المنطقة الغنية بالنفط ناهيك عن ازاحة القضية الفلسطينية عن صدارة المشهد العربي ضمانا لامن الكيان الصهيوني غير ان حال التشرذم والخلاف بين الدول العربية رغم تحالفهم في اليمن كان له بالغ الاثر في انعدام وجود تصور عربي شامل للتعامل مع ايران ما يفسح المجال امام طهران لاتمام تنفيذ مخططاتها فهل يستدرك العرب ما فاتهم؟ ترجمة نانسي قنقر